دعا مواطنون أنباريون مؤتمر الكويت للدول المانحة إلى دعم المدن والمناطق المتضررة من داعش ومنحها الأولوية في تنفيذ وتقديم المشاريع والفرص الاستثمارية وأبدى مواطنون من الفلوجة استغرابهم من تمثيل محافظاتهم الضئيل في المؤتمر مطالبين الدول المانحة إرسال شركاتها إلى المناطق المدمرة لعادة أعمارها وعدم تسليم المبالغ والأموال إلى جهات متوارطة بالفساد المالي والإداري أعرب أهالي الأنبار عن امتعاضهم من النسبة الضئيلة الممثلة لهم في مؤتمر الدول المانحة في الكويت داعين إلى إعادة أعمار المناطق المحررة بالتأكيد هذه نسبة المشاركة للمناطق المحررة في العراق نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب حجم الدمار الذي حل بهذه المناطق شارك بهذا المؤتمر عدد ما يقرب من 140 شخصية من كافة أنحاء العراق لكن تمثيل المناطق المحررة وأنا أتكلم هنا عن محافظة الأنبار لا يتناسب حجم الدمار الذي يحل بهذه المدينة فكان من المفروض أن تشارك شخصيات كثيرة من هذه المنطقة لأن الحدث يعني هذه المحافظة فمشاركة شخصيتين لا تكفي أبدا المواطنون الأنباريون طالبوا الدول المانحة بعدم تسليم أي أموال خشة استغلالها انتخابيا أو صرفها في المناطق غير المتضررة من داعش نحن هنا في الفلوجة ونريد تعويض ونريد كوات تساعدنا وتعيد بيوتنا أحب أن أوجه رسالة إلى أستاذ القائمين على المؤتمر الدول المانحة في دولة الكويت وأدعو إلى عدم إطاء أي مبالغ إلى الجهات السياسية أو الوفد الحكومي المشارك بهذا المؤتمر وذلك لكونها ستذهب إلى دعايات انتخابية وغراض حزبية أخرى كذلك أوجه إلى إرسال شركات أعمار متخصصة في هذا المجال لعادة بناء وتعمير البناء التحتية التي خربت أصحاب البيوت المدمرة في المناطق المحررة يترقبون نتائج مؤتمر الكويت للدول المانحة من أجل عادة أعمار ما خربته العمليات العسكرية وتواجد تنظيم داعش في مناطقهم لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار